يا كابتن خطيب النهاردة في المؤتمر قال كلام كتير جدا مهم الحقيقة لكن انا اكتر حاجة لمستني بصراحة يعني انه شوفوا الراجل ده يعني بالنسبة الاهلوية وبالنسبة المصرين كلهم قيمة كبيرة جدا نجم ملوش مثيل اسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معيني وعارف كويس قوي انه في قلوب الاهلوية على الاقل هو ليه مكانة خاصة جدا ومتفردة جدا ضيف على ده انه رئيس النادي الاهلي فتخيل احساس بالذات ممكن يبعمل زي في لحظة زي دي لكن الراجل حقيقة لما شكر شكر كل العمليه في نادي شكر كل أعضاء مجلس الدراه وقال انه الفضل في إدارات النادي الاهلي المختلفة ومجلس إدارات النادي الاهلي هو أعضاءه اللي بينقلوا حرسين انهم ينقلوا النادي الاهلي دايما لقدام ويبقى دايما في مكانة أعلى من اللي هو بيوصلها حقيقة يمكن ده جزء بسيط جد وشكر طبعا جماهير النادي الاهلي لكن ده كان جزء بسيط من كلمة كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي النهاردة اللي تم الإعلام فيه عن رعاية فاب مصر للنادي الأهلي تعالوا نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع لحضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وقبل ما أدخل فيه مع حضراتكم في أي تفاصيل تخص مؤتمرنا عايز بس أتواجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة جدا أنعم بها علينا ومنها نعمة الاستقرار والتعاون من كل منظومة العمل أو من كل منظومة النادي الأهلي سواء كانت إدارة أو أعضاء أو جماهير أو عاملين أو فرق رياضية لأنه لو ما عندكش منظومة بالحجم ده متعاونة محبة لبعض محبة للنادي والكيان بتكمل بعضها كويس أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة وأعضاء بتصق فيك مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي تحققت الحمد لله رب العالمين من إنجازات رياضية من إنجازات إنشائية أو مالية أو اجتماعية وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا أو بين كل الأجيال والالتزام بقيم ودي نقطة مهمة جدا الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة يتولى المسئولية في أنه يجتهد وبيبزل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى دلوقتي أحب أن أرحب بلستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعود المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين ولهم جزيل الشكر على مجوداتهم معنا الفترة اللي فاتت والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله حريص على رفعة بلده داعم لمؤسسات النجحة فيها من أسبوع تقريبا كنا بنحتفل معكم بالشراكة مع شركة الصلاة مصر والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية الحمد لله خطوة نجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة أربع سنوات جاية إن شاء الله خطوة مهمة خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر في أفريقيا كلها وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا الأهلي جاذب لكل الرعال بحسين عن الرياضة والتفوق ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله دايما الأهلي رقم واحد في القيمة ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة كبيرة الناجحة وبنك أبو ظبي الأول مصر اللي بنتعاقب معاه النهاردة واحد من أكبر البنوك في مصر وإحنا سعداء بالسراكة فعلا سعداء بالسراكة معاه لأنه يملك رؤى وفكر رؤى وفكر متطور وقدرات مالية إحنا متفاقلين وكمان مع القدرات المالية بيملك كفاءات بشرية على أعلى مستوى تقدر تقدم حلول تمويلية وده نقطة مهمة جدا في كلامنا معهم في أن احنا يعني بنشترك معهم في بعض الرؤى حلول تمويلية لخدمة أعضاء الأهل وجماهيره إحنا متفاقلين جدا بروح التعاون اللي لقناه والرغبة في عمل شراكة مسمرة بإذن الله وكمان يقدر بنك أبو ظبي من خلال جماهيرية الأهل إن يصل لأكبر قاعدة من العملاء في المقابل بإذن الله يقدر النادي الأهلي يحقق أهدافه التسوئية والمالية الحمد لله اعتمدنا أكبر ميزانية في تاريخ النادي 3 مليار و 87 مليون جنيه الحمد لله برضو يعني حققنا فائد ميزانية 150 مليون جنيه لكن مش معنا كده وده أمر مهم برضو لازم كلنا ندركه يعني مش معنا كده إن إحنا عندنا أرقام إرادات كبيرة جماعة لا النادي الأهلي بصروف كبيرة جدا 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 النادي الأهلي عنده أربع فروع النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق كتاعة الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات العضاء من هنا إحنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفقاة المطلوبة مننا سواء على فروع النادي الأربع أو على فرق الرياضية والأنشطة المختلفة مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي وبشكر كل القائمين عليه وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي المساوك الحصري لرعاة النادي على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت ومش بس الفترة اللي فاتت إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله وإن شاء الله تكون شراكة نجحة بين الكينات الكبيرة اللي أنا تكلمت عنها في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات النجحة كمان بشكر منظومة العمل في النادي النادي الأهلي مجلس إدارة مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء إن كل واحد فيهم قام بدور يعني حيى مساهم كبير جدا في أن يصل النادي للمرحلة اللي احنا وقفين عليها النهاردة بشكر الإدارة التنفيذية من خلالها بقى الإدارة المالية الإدارة التكنولوجيا والمعلومات إدارة الإعلام الموارد البشرية إدارة المشتريات العلاقات العامة وخلافة في حاجات كثيرة بقى تانية موجودة وعايز أقول لهم حاجة مهمة مش معنى الإنجازات اللي احنا تمت احنا سعداء بيها جدا ولكن ده بتحملنا مسؤولية أكبر لكل اللي أنا اتكلمت فيه مجلس إدارة وجميع الإدارات بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا مسؤولية أكبر في الحاجات اللي جاية في اللي جاي بتحملنا مسؤولية علشان الأهل مغطوب منه دايما إنه يكون في المقدمة وده يحتاج مننا إنه هنشتغل أكتر وأكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي أنا بشكرهم جدا جماهيرنا وأعضاء النادي العملين لسقاطهم ودعمهم الداي مش عايزة أطول على حضراتكم بس في النهاية بشكر كل الناس الحضور جميعا بشكر حضراتكم جميعا وكمان نتمنى بإذن الله نحن يكون هناك شركات أخرى تضيف للنادي الأهل بإذن الله بشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته